هذه القصة رواها الإمام أحمد هذه المرأة هيأت غداء زوجها وأرادت أن تأخذ الطعام لزوجها في أرضهم يعني الأرض اللي عم بيشتغل فيها بالزراعة في روضة لهم عندما خرجت رأت فقيرا أخذت من طعام زوجها رغيفا أعطته للفقير وأكملت إلى أرضهم زوجة بالأرض عم بيشتغل وابنها الصغير مع أبيه لما وصلت إلى أرضهم رأت أن السبع قد صار فوق ابنها يريد أن يأكله فرأت أن يدا امتدت ولطمت السبع فقزفته إلى بعيد وسمعت هاتفا يمكن ملك وسمعت هاتفا يقول لها خذي ولدك فقد جوزيت لقمة بلقمة انظروا إلى سر الصدقة